اشتركوا في القناة الذي خلق سبع السماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوث فرجع البصرها لترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشيات وعاتنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميزوا من الغيد كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فقذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أسهام السعير فاعدرفوا بذنبهم فسهقا لأسهام السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بالذات السلور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذالول فمشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقن كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبطنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسقت رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على سرات مستقيم قل هو الذي أنشاءكم وجعلكم سبع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراءكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون مات هذا وعد إن كنتم صالكين قل إنما علم إن الله وإنما أن نذير مبين فلما رأوه سلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر